اشتركوا في القناة جاءت بهيكل اسود مع اطارات جديدة قياس 20 انش وزودت بجناح ومشتت هواء خلفي فيما حصلت السيارة على لمسات عديدة من الكروم الفضي اللامع اما داخلية هذه النسخة المعدلة من تويوتا كامري 2018 فتم كسوتها بالجلود وحصلت على تطريزات وشعارات تحمل اسم هذه النسخة الخاصة وحصلت النسخة الثانية من كامري 2018 على عملية تعديل مستوحات من حلبة فيرجينيا الدولية حيث جاءت السيارة بهيكل ابيض مع خطوط حمراء وسوداء كما زودت السيارة باطارات من الكروم الاحمر قياس 20 انش ومن الداخل حصلت على مقاعد رياضية من نوع ريكارو اما ميكانيكيا فتعتمد هذه النسخة على محرك V6 سعة ثلاثة لترات ونصف وحصلت على نظام ادخال هواء من نوع AEM وعلى فلتر من نوع K&N وعلى نظام عادي من مصنوع من الستينلستيل ومكابح عالية الاداء النسخة الثالثة من كامري 2018 تم تعديلها لتحصل على هوية مميزة مستمدة من روح سيارات استباقات حيث تم صناعة الاجزاء الجديدة في هذه السيارة المعدلة بوسيطة تقنية الطباعة ثلاثية الابعاد ما جعل من شكل السيارة مختلفا بكل معنى الكلمة وبالتحديد ضمن منطقة غطاء المحرك والصادمين الامامي والخلفي وليس هذا فحسب فقد جاءت السيارة بهيكل باللون البنفسجي الغامق واللامع وزودت كامري باطارات ذهبية من قياس 20 انش والان اخبرونا عزائنا متابعي عرب جي تي عن النسخة التي نالت اعجابكم اكثر من كامري 2018 عبر خانة التعليقات المرفقة في الاسفل لا تنسى عزيز المشاهد ان تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالاسفل للاطلاع على اخر اخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي اشتركوا في القناة